يمكن انا اديت للعالم كله ثلاث هدايا لعلاج الكلة معلقة صغيرة صمغة عربي صبح وبالليل معلقة صغيرة صمغة عربي صمغة عربي مطحون معلقة صغيرة صمغة عربي مطحون صبح وبالليل شربة شعيل والبقدونس الجميلة مرتين ثلاثة في اليوم ومعلقة عسل نحن وشوية حبوب اللقاح ثلاثة اربع مرات اقسم بجلال الله جالي ناس الكرياتينين فوق العشرين اتنين وعشرين والبولينة خمسمائة خمسمائة وتلاتين مشوا على الثلاث حاجات دول لمدة شهر والله اللازي لا الى غيره البولينة نزلت من خمسمائة وتلاتين نزلت الى ستة وتمانين والكرياتينين من اتنين وعشرين نزل الى تمانين شهر واحد اللي عنده ارادة للشفاء ربنا يشفيه تقول لك كليا ضامرت كليا تنيلت بقى فوقل سيجمينت الجولوميلونوفرايتس من برينة وتروح بقى يعمل لك عينة من الكلا وكلام كبير ضخم جعلص مالش علاج يتزرع يتغسل وجاء لناس والله العظيم من عشر اتنشر سنة من الدول العربية راح انجلترا بالكلة قالوا له يتزرع يتغسل راح امريكا قالوا له يتزرع يتغسل راح تايلاند يتزرع يتغسل جاء مصر الدكتور جودا محمد عواد قال له فيه علاج ياخد الحاجات البسيطة الشربة العلاجية الصلاة العلاجية ماشي عليها بقى له اتنشر فان كريتينونه خمسة ستة وماشي بقى له عشر اتنشر سنة بقولينا بتاعته مية مية وعشرين فبقوله انت كل سنة بتركب الطهرة وتجيلي قال لي ايوة انا سفرت انجلترا قالوا له يتزرع يتغسل سفرت امريكا قالوا له يتزرع يتغسل جيت لحضرتك قلت له يتزرع يتغسل من حقك اني سافرلك كل سنة وديني محافظ على نفسي لانا بموت على المكنة ولا الدم بتاعك جلت على المكنة ولا انا جالي شد عضلي من المكنة ولا تنقلي فيروسات من مكنة الغسيل وعايش حياتي ووظيفتي ما بنامش ايه رأيكم ايه رأيكم انه محسن ولا العلاج يقولك مركز فولان مش عارف مين مركز فخم وايه ورخام وازاز مركز فخم طب انا عايز اعرف المركز الفخم ده عالك كم واحد كم واحد خف من الكلة الناس بتنباير بالفخم والازاز والرخام قول لي كم واحد خف الشربة العلاجية بدي شربة واسرار العلاج عندنا اسرار الدواء اقسم بالله العظيم والله والله اسرار العلاج عندنا واسرار الاغذية اخطر من اسرار الادوية ده انا بديت جزاء الاسرار الجانبية بتاعته بسيطة يعني خدت اكل الناس كلها بتاكل ايه اكتر حاجة تعمل ايه عندش هتحسين انما لو خدت دواء بقى بوزل الكلة خدت حقنا جابت اجل الكلة ايه ايه